اشتركوا في القناة بين الصحراء الحارة والباردة أولا ما الصحراء الحارة؟ الصحراء هي موطن جاف أمطاره قليلة جدا الصحاري حارة باردة ليلا وحارة نهارا تربتها رملية وسخرية ولنباتاتها سيقانا وأوراقا تستطيع أن تخزن الماء وجذورا تنتشر قريبة من سطح التربة أو تمتد عميقا بحثا عن الماء ومن أمثلتها الصبر تستطيع السلاحف والثعابين والسحالي أن تعيش في الصحراء لأنها لا تحتاج الكثير من الماء ومعظمها ينام نهارا ويخرج ليلا عندما يبرد الجو من أين تحصل الحيوانات على الماء؟ تحصل الحيوانات في الصحراء على معظم الماء الذي تحتاج إليه من أكل النباتات والحيوانات الأخرى كثير من الحيوانات ألوانها فاتحة مثل الجمل وهذا يساعدها على أن تبقى باردة وكذلك تختبئ من الحيوانات الأخرى التي تفترسها نشاط أكمل الجملة الآتية بكلمات مناسبة الصحاري الحارة حارة متى؟ أحسنتم نهارا وباردة أحسنتم ليلا وتربتها رملية وصخرية ينمو فيها نباتات ممتاز إجابتكم صحيحة الصبار أستنتج شيئين يمكنان الحيوانات من العيش في المواطن الصحراوية وأتذكر ما أخذناه سابقا أحسنتم تأكل الحيوانات النباتات لتحصل على الماء ممتاز إجابتكم صحيحة تنام الحيوانات نهارا في الجو الحار وتفطاد ليلا عندما يبرد الجو ولا ننسى بأن ألوان الحيوانات تكون فاتحة لكي تختبئ من الخطر ما الصحراء الباردة وأين تكون؟ ليس كل الصحاري حارة فالمنطقة القطبية صحراء أيضا لكنها باردة وجافة تقع بالقرب من القطب الشمالي ويعيش فيها الثعالب القطبية وغزال الرنة والدب القطبي ينمو للدبابة والثعالب القطبية فرو أبيض سميك يحميها ويمنحها الدف ويساعدها على الاختباء نباتات المنطقة القطبية صغيرة وقصيرة تنمو قريبة من سطح الأرض لتحتمي من الرياح الباردة لها أوراق صغيرة وجذور صطحية لأن التربة تبقى متجمدة تحت الصطح طوال السنة لا توجد أشجار طويلة في المنطقة القطبية نشاط أكمل الجملة الآتية بكلمات مناسبة ليست كل الصحاري حارة فالمنطقة القطبية صحراء لكنها أحسن تعم باردة جافة وتقع بالقرب من القط ممتاز الشمالي استمتد شيئين يمكنان النبات من البقاء في الصحراء الباردة تكر عزيزي طالب قليلا قبل الإجابة لديك دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نباتات فيها صغيرة وقصيرة لتحتمي من الرياح الباردة جذور النباتات سطحية لأن التربة تبقى متجمدة تحت الصطح نشاط النباتات في الصحراء الحارة تخزن الماء في السيقان والأوراق اثنين النباتات في هذه الصحراء أحسن تعم في الصحراء الحارة خمسة يعيش فيها غزال الرنة في أي صحراء يعيش غزال الرنة؟ أحسن توم في الصحراء الباردة استنتج شيئا يمكن النباتات من البقاء في الموطن الصحراوي فكر عزيز الطالب قبل الإجابة لديك دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر أحسن توم للنباتات الصحراوية سيقان وأوراق تستطيع أن تخزن المياه فيها استنتج شيئا يمكن الحيوانات من العيش في الصحراء الباردة نتذكر كيف هي الحيوانات في الصحراء الباردة ماذا تملك؟ ممتاز لها فرو أبيض سميح يمنحها الدف ويساعدها على الاختباء أيضا وبهذا انتهى درسنا لهذا اليوم نلقاكم في دروس أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر